ايو اتفضل ايو اتفضل السلام عليكم عليكم السلام شكرا لك شيخ رامي الشيخ بارك الحمد لله بخير شيعي الله يعزك اي نعم شيخ من العراق لماذا انت شيعي يا حبيبي يا بعد كلبي يا وردة شيخ شيخ رامي نعم انا مريد ادخل اياك بشغلات ادخل اياك بالامام والعصمة والنبوة انا عدي يعني موضوع صغير فضل اكو هنا تلاث روايات انا ما راح اخذ تلاث رواياتي رواية واحدة اليوم شنت ابحث صحيح صراحة شفت رواية شوي استغزتني طيب بما ان روايات الصحيح مسلم استفزتك سيبها وخد من الكاف انت بتاخد دينك من اي الكتب لا لا انا احاول كتبك يعني ما اعوفك من كتبي طيب خلاص اعتني رواية بسرعة بدون مقدمات وبدون سنة بسرعة علشان ما عنديش وقت سريع ايه نعم يقول وانه قال عن يوم القيامة يقال لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من المزيد نعم نحن اهل السنة والجماعة نثبت لله ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم نثبت لله الله سبحانه وتعالى له يد نعم الله سبحانه وتعالى الذي قال ذلك في القرآن بل يداه مبسوطتان خلنا امسك هلك واحدة واحدة عشان اجيلك للصفة اللي انت عايزها هل الله له يد اجب طبعا ما عنده يد طب ما معنى بل يداه مبسوطتان هيا الصفة احنا نعتبرها صفة يعني تمثل القوة القوة هل الله عنده قوتان لا لان جات بالمسنة يداه فهل الله سبحانه وتعالى عنده قوتان تفضل لا باسم ورخصتك ايوه يبقى انت ده اول حاجة قلتلي من رخصتك ما عرفتش تجيب عليها تعال بالسؤال التاني للآية التانية الله سبحانه وتعالى قال ما منعك لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي ما معنى بيدي باسم ورخصتك لا معلش اجبني في دي الاول بالله عليك عشان تغيرت الموضوع وانا عندي اتصالات على المعاممين ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي ما معنى بيدي باسم ورخصتك انت هاي هاي ما ركز لي بال انا عارف الرواية واجبلك الرواية بس انا بقول لك في صفة اليد جبتها لك من الاول شيء الثبت في القرآن عشان نروح للسنة ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي ما معنى بيدي احنا قلنا قلنا اليدين هي صفة يدي الله فوق ايديهم ويها اي صفة تعتبر لا ما بتكلمش في هذا انا جبت لك ايه دلوقتي بل يدهما بسوطة قلتلي قوة قلتلي قوة قلتلي من رخصتك وما اجبتش سبتك من ديات وروحنا لأيه اخرى ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي ما معنى بيدي يا كرام انت شوية لسانك لا بخوة ما جاء اي لحق عليك طب ان شاء الله هتلحق علي ما معنى ما منعك لابليس أن تسجد لما خلقته بيدي اي ادم ما معنى بيدي بيدي فضل يضع الرابط باركت على قدمه ماشا ان شاء الله اجيبك ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي ما معنى بيدي يلا ما معنى بيدي عرفت انك مش هتعرف تجيب مش هتعرف تجيب اخي انا سأجعلك تثبت صفة اليد ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي ما معنى بيدي تفضل سوء تكي ما معنى بيدي او سوء ما بيقطع شيء انت اللي بدأت تتهرب ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي ما معنى أن الله خلق ادم بيدي ما معنى بيدي هنا تفضل اي مو انا اجبتك يا شيء اخوانا اجبتك قلت لك اليد يعني صفة اي شيء يعني ايه الله سبحانه وتعالى يعني ايه هو تعتبر يعني شون اليد صفة ما انا اقول اليد صفة لله سبحانه وتعالى ويد عظيمة كريمة لا تشبه يد المخلوقين انت لك يد انت لك قدم والحمار ليه قدم هل قدمك تشبه قدم الحمر يا شيخ هل قدمك تشبه قدم الحمر اجبني نعم او لا انت بس اطين مجال انا اعطيك مجال وهنروح للحديثة اللي انت هتموت وتقوله وهنروح له هل قدمك تشبه قدم الحمر يعني اجب نعم او لا اطين مجال طيب ان شاء الله اعطيك مجال هل قدمك تشبه قدم الحمر أنت عندك قدم والحمار عنده قدم هل قدمك تشبه قدم الحمار؟ أيوة لا أكيد أنت قدمك لا تشبه قدم الحمار فما أنا أقول دفلان عنده قدم هل الدماغي على طول تروح لقدم الحمار؟ لا إ entre غير الحمار ممكن بس في بعض العقليات بتبقى تبقى قريبة من عقول للحمار ما بترداش تفكر خالص وبتهرب من الحوار تهرب من السؤالة السؤال تروح لك هال فنحن نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه نقول له يد كريمة عظيمة طالق به لا تشبه يد المخلوقين هتقول لي يد تمه فلان لي لا انتبه انت كده بتقع في التشبيه اولا بتشبه يد الله سبحانه وتعالى التي ثبتت في كثير من الايات بيد البشر فتقع في التشبيه ثم تقع في التعتيل تقول لا 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 خلاص انا هصرفها وقول لي اليد دي ليس له يد وهصرفها باي معنى اخر فتقوم وقعت في امرين في التشبيه ثم في التعتيل لكن احنا عندنا ثلاث مذاهب في ذلك مذهب التعتيل نهائي وهو انتم ايها الجهمية ايها الروافد ومذهب التشبيه المشبهة اللي شبه الله بخلقي ومشه ومذهب يثبتون لله تبارك وتعالى والكيف ليس له لا اعلم كيفية مجهولة انا اثبت انا لو الله سبحانه وتعالى سألني يوم القيامة يا رامي لماذا انت اثبت لي صفة اليد اقول يا رب انت الذي اثبتها لنفسك الله سبحانه وتعالى هو الذي قال ما منعك ام تسجد لما خلقت بيدي بل يدهما بسطتان يد الله فوق ايديهم لان الله فوق جميع مخلوقاته يا حبيبي بس يا رب انت اثبت اليد لنفسك وانا اثبت ما اثبته لنفسك فقط وانا اخرج من كل ذلك لكن انت عشان مشبه وفي نفس الوقت معطل شبه ديات الله تبارك وتعالى بيد البشر ونحن اهل سنة جمعنا نقول كل ذلك على صفات الله تبارك وتعالى واما القدم ما اقول في النار اي فوق النار سبحان الله فامشوا في مناكبها هل هنفتح الارض ونمشي جواها هل هنفتح الارض ونمشي بداخلها سبحان الله نسأل ان يهديكم ان يأخذ بيدكم الى نور التوحيد احذروا من تعطيل صفات الله تبارك وتعالى